السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احلى متابعين ومتابعات في الدنيا اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة لو امرت شاهدوني فانا ايمان ومرحبا بالجميع تنسوش الاشتراك في قناتي بالضغط على زر احمر زر الاشتراك تفعيل علامة التنبيهات على الكل وفضلا حبيبي وليس امر اللايك للفيديو النهاردة حبيبي حنتكلم في البيو سريع عن كريم كير اند مور صوفت كريم مرتب انت عاشي روح الاستوائية خد بالكم في انواع منه كتير قوي فانا بتكلم عن اند هو انت عاشي روح الاستوائية ركزوا معايا كويس قوي لان الكريم ده بيقال عنه انه هو افضل كريم رطب ده غير كمان انه هو سعر اقتصادي جدا على قد الايد غير كمان انه هو بيرطب البشرة بيرطب الجسم بيخلي جسمك ناعم زي بشرة بيبيهات وعامل دجة وعامل قلبان كبير جدا جدا وكمان مشهور جدا في الوسط النسائف عشان كده حبيت النهاردة اكلمكم عنه عشان اي بنت او سيدة هتستخدمه تبقى عارفة طريقة الاستخدام وكمان تعرف مميزاته الجميلة والخطيرة حلو وقوي قوي وتحفة فتح فتح فبجاد لانت عارف عليه اكتر ونعرف ازاي نستخدمه كمان ايه مكوناته لكن حبيبة قلبي لو لسه مصلا تشعر حبيب فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضلك كده شجعيني باللايكات حطوا لايكات كده فجروا لايكاتي احلى متابعين في الدنيا يا رب دايما كده اكون عند حوص نظنكم ولو في اي سؤال او السفسار فعرضه بدون ترد اكتبهولي تحت في التعليقات هنا ان شاء الله قدر ما ستوى هرد على كل الاسئلة والسفسارات اللي بتجيني مكتوب علي ان هو بيحتوي على تركيبة زي الجلسرين وخلاصة السبار وفيتامين اي ده غير كمان ان هو في البنسنور ده من افضل الحاجات المرطبة للبشرة تدور تستعمليه للوجه للادين والجسم هم مكتوب عليك كده بس انا رأيي الشخصي ما حبيتش تماما استعماله على الوجه لانه بحسه ضغني شوية او تقيل شوية على البشرة خصوصا لما تكون البشرة حساسة او معارضة للحبوب دول اكتر نوعين بلاش ان انت تحطي الكريم ده على الوجه انما لو انت نوع تاني واستخدمتي وبشرة تجت عليه فما فيش مشكلة بس دي نصيحة مني لكم تمام اه تاني حاجة اللي انا لاحظته في الكريم ده انه هو موجود في نسبة عالية جدا من الجليسرين يعني تاني حاجة موجودة في الكريم هو الجليسرين معنى كده انه هو موجود بكمية عالية جدا جدا فده بيرطب البشرة بيرطب الجسم بيرطب اليدين بيرطب الاماكن اللي فيها تشققات زي منطقة الكعوبة دي اكتر اماكن بيبقى دايما مهتمة ان انت ترطبها لان دايما الجلد الخشن بيبقى متكون فوقها وبعد كده بيسبب لك الاسمرور خلي بالك لو تميت بخطوة الترتيب وعمل ما يحصل في بشرتك اسمرور تماما لان الاسمرور بيانتج من دمن الحاجات اللي بيانتج عنها الاسمرور هي عدم الاهتمام ببشرة وعدم الترتيب او عدم التأشير الجلد فافضل خطوة او افضل امتى تستعمليه هو بعد ما تاخدي شاور صحن هيبقى افضل نتيجة ليه او يعني تاخدي مهدافية كده وتحطيه على جسمك عشان تفتح المسام اما حاجة انت تحطيه على جسم يكون نضيف مفوش زيت مفوش لوشن مفوش كريمات او مكياج وتحطى لجلد يكون نضيف وتستعمليه مع التدليج بحركات دقرية لطيفة ده بيساعدك في تنشيط الدورة الدموية وبيساعد كمان في ان الجلد يمتص الكريم بسهولة فبالتالي تستفيدي منه اقصى استفادة الصلاحية بتاعته بتفضل اتناشر شهر من تاريخ فتح العبوة فاتمنى يكون جاوبت على كل الاسئلة الخاصة بهذا المنتج فمستني بقى لايكاتكم الجميلة اللي بتفرحني اكتبولي كومنتات حلوة تسعدني وتسعد قلبكم كده يا رب ويا رب دايما كل اللي انتو تعملوه معايا يكون دايما في ميزان حسناتكم كل اللي بيعمل لايك كل اللي بيعمل شير كل اللي بيعمل اشتراك يا رب القناة تكبر بيكم وليكم يا احلى متابعين ومتابعات في الدنيا اشوفكم ان شاء الله في ريبيو جديد اشتركوا في القناة